اشتركوا في القناة صباح الخير دعنا نتحدث في البداية عن ما حدث بالأمس عندما صدرت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أثبتت نجاح الفيدرالي للشهر الخامس على التوالي في السيطرة على وثيوية ارتفاع الأسعار وهو ما تسبب طبعا في تأهب الأسواق لتخفيف الفيدرالي الأمريكي وثيوية التجديد النقدي في 2023 طبعا مع سيطرته على التضخم الآن نحن نعتقب أهم حدث بالنسبة للمستثمين وبالنسبة للأسواق العالمية لأنه سيحدد مصير الاقتصاد العالمي في 2023 مع التبقب طبعا لاجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم الآن وبعد بيانات التضخم التي استضرت بالأمس أصبحت الأسواق تسعر باحتمالات وصلت لـ 90% أو 80% اليقوم الفيدرالي الأمريكي اليوم ورفع الفائدة بنصف نقطة مئوية ولكن ما سيؤثر على تحركات العملات والأسواق العالمية ليس قرار رفع الفائدة حيث أن الأسواق بالفعل قد سعرت هذا الموضوع ولكن ما سيؤثر على تحركات الدولاري الأمريكي هو توقعات الاقتصادية من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال الأشهر القادمة وصلت طبعا رفع الفائدة في 2023 هل فعلا سيبدأ الفيدرالي الأمريكي في إعطاء دلائل وإشارات للأسواق العالمية على أنه سيخفف وثيرة التجديد النأدي ووثيرة رفع الفائدة طبعا مع سيطرته على ارتفاع الأسعار أما أنه سيمضي قدما الآن أغلب التوقعات تدعم أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تقليل وثيرة رفع الفائدة في 2023 وهو متسبب طبعا في ضغطات قوية على الدولار الأمريكي بعدما كان مؤشر الدولار يستقر عند المستويات 114 وكان يقترب من مستويات 115 عاد الآن ليستقر عند مستويات 104 والمؤشر الدولار الذي يقص قيمة العملة مقابل 6 عملات رئيسية يستقر عند أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي الآن حتى لو بدأ بالفعل في الفيدرالي الأمريكي في تقليل وثيرة رفع الفائدة خلال 2023 كما ستشرى توقعات اليوم سيقواصل الدولار الأمريكي اتجاه هابط جزيد في 2023 وسيواصل طواجعه مقابل أغلب العملات في الفترة المقبلة نعم يعني أماني برأيك هل فعلا وصل الدولار في ظل هذه الاتفاعات الحاصلة كانت في مؤشر الدولار وصل إلى أعلى قمة مسجلة عند مستويات 105 وسيبدأ بالهبوط هذه من ناحية من ناحية أخرى يعني معدلات التضخم في الولايات المتحدة أظهرت طباطه لكن في المنطقة الأوروبية لتزال مرتفعة هل تعتقدين أن المركز الأوروبي سيستمر في وطيرة رفع أسعار الفائدة بالرغم من تخفيف وطيرة رفعها في الولايات المتحدة بالنسبة للدولار الأمريكي ومنذ شهر أكتوبر الماضي نواه يتراجع بشكل ملحوظ حيث أشرت أنه كان بالقربة من أعلى مستوياته عند 114 وكان يقطع من 115 الآن مؤشر الدولار يستقر عند مستويات 114 فطبعا يشهد تواجعات قوية الدولار الأمريكي مع التأهب لتغييب الفضول الأمريكي وسيرة التشديد النادي وعلى الرغم من أنه يعني نوعا ما الأوضاع يعني لا تستدعي المضية قدرا سريعا في رفع الفائدة بقوة إلا أن الدولار الأمريكي طبعا يعني لا يزال مستقر عند مستويات 114 حتى الآن أعلى من مستويات المية وهو ما يواصل الضغط على بقية العملات الرئيسية الآن يعني نحن نرتقب هل فعلا أعضاء الفضول الأمريكي على رغم من تصحيحاتهم الماضية أن تزال مستويات السبعة في المية هي مستويات مرتفعة وتستدعي رفع الفائدة بواسية قوية لو فعلا بدأ الفدرالي أو بدأ بيان الفائدة المصاحب للقرار الإشارة لهذا الموضوع قد يعود الدولار الأمريكي طبعا لمستويات 110 و114 من جديدة حيث ستتأهب الأصوات لمزيد من رفع الفائدة الأمريكية وهو ما سيدغط على تدولات الدولار على العكس تماما أي دلائل على احتمالات أن يبدأ في تخفيف وزيرة التجديد النقدي فسيدغط على الدولار الأمريكي بالنسبة للبنك المركز الأمريكي على الرغم من أنه من المواجه أن يقوم بوافع الفائدة بنصف نقطة مقوية غدا مع استمار ارتفاع التضخم واستمار ارتفاع الأسعار ولكن أي تغيير الفدول الأمريكي للسياسة التجديد النقدي قد يعطي مهلة أو تمهيدا للبنك المركز الأوروبي أن يتبع هذا الأمر أيضا لأن الوضع الاقتصاد الأمريكي قد يكون أسوأ من الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال متمساكا وبالتالي يبدأ البنك المركز الأوروبي غدا في إعطاء أي دلائل أو شعرات على احتمالات أن يبدأ في تقليل وثيرة رفع الفائدة وهو ما سيعود للضغط على تدولات اليورو وبالتالي تحركات اليورو الآن ليس مرهونة بقوارات البنك المركز الأوروبي ولكنها ستكون مرهونة باجتماع الفدول الأمريكي اليوم نعم محللة الأسواق المالية في إكويت جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا